يعني لعبت دور أمه لقصاي خولة ما لعبت براحه وقتا كنت أمه لحبيبي لبديع أبو شقرة كتابة كلوديا مارشليان اللي كتير اشتقنالها أخذ دور الأم المتسلطة اللي كانت مافيوز طيب والناس بسألوا لأنه لا بدنا ياكي الأم المنيحة كل التعب اللي بتتعبه لتحضر لتشتغل لتلعب إيش حصي بركب إيه بدنا ياكي لأ بش سيف زون المنيحة إيه بدنا ياكي بال بس ما لممثل بيطفي بيموت بالسيف زون حبيبي بديو بدي غير بدي انرشق بالحجارة بالكي إنه معلق تنرجمي يعني إيه بدك تطلع من السيف زون لتفرجي أداء أنت بتعفل تعمل إشياء بالكي أنا ما بقدر وخليني أفشل بعين حالي قبل الناس تقول إنه لأ خليكي هون تحدي ما هذا لأنه معم معم نطير الفنان جوان هو هالقد قد الصقر المنتج مع بيعطي المدى تعرف لي لأنه كمان بفتشوا إنه من اللي إذا أعطيناها أم لعبته كما يجب يلا يارا 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 ختم يارا صار فيك تار يعني عم بحملون الدور طيب عندي كمان كانت حدي آخر لما طلعت أنت رندا كاعدة الأم اللبنانية على الأعمال العربي المشتركة أنك في ثلاثة أربعة الأوقات لعبت دور ممثل بيحكي سورة يعني لعبت دور أمه لقصة خولة ولعبت وهلأ عم تلعب ولعبت دور كمان أمه لباس الخياط هلأ لح تلعب دور أمه لباس الخياط بالمسلسل الرمضاني القادم هيدا تحدي يعني ليش كيف أم لبنانية أبنة بيحكي سورة شو الأصص المركبة هيدا تحدي أخر هيدا تحدي عرض طلب أنا قبلت الشرط لأنه هالأم اللي نحن نتزاوج يعني متزاوج وعنا مصاهرات وعنا ليش لا يعني الجوز عم بيكون سوريا هيك أزيك بس بالإجمال عم بيكون مش موجود لحتى ما كتير يبين الدكالاج يعني أنت عم تجي تقولي بالقصة بيشيله البي بيكون ميت لما يكون موجود لما يبين أنه البي سوري الابن بيحكي سوري بس والأم لبنانية عادة بس ديالي تشغلي بياخد لهجة أمه يقبرني ربك هذا اللي قلني ولو عادة البي بتعلم الابن بتعلمه يحكي مش البي يعني إذا الام لبنانية والبي سوري الابن بيحكي لبناني صحيح مية بالمية ثلاثة ربع الأوات بس لدينا وصل على فكرة أكبر دليل سام غزال صديقنا وزميلنا في البرنامج أمه من بشري مش بيو آآ أمه من بشري طالع بيحكي بشراني آآ بس تقولك شي كيف عم تدوا تبرروا درامياً؟ درامياً يصطفلوا لأنه لأنه عم ينباع هاك من الأخير هاي آآ لمسلسل الموت ما كنت دور الأم فقط لغير كنت المسلسل الأمرأة العاشقة مع الفنان الكبير أحمد الزين أدكت حلوة صناعيتك مع أحمد الزين يا الله تذكر مشهد الرأس؟ آآ ما بعرف إذا أنتم بتتذكروا بعد آخرة الهلوس